السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة حديقتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد لزوارنا الجدود ندعوكم الى اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ان اعجبكم فيديو لا تنسوا الضغط على الاعجاب وان لم يعجبكم طبعا ديس لايك ولا تنسوا ترك تعليقكم تحت وصف الفيديو فيديو هذا اليوم حول اكل الهامستر لصغارها كما تعلمون ان الهامستر هو حيوان اليف يعني يمكن تربيته في المنزل كباقي الحيوانات الاخرى وستكون لدينا حلقات مختلفة عن هذا الحيوان انتظرونا فقط وتابعونا في قناة حديقتي ناعدكم بمزيد من الفيديوهات عن الهامستر بالنسبة لموضوع هذه الحلقة هو اسباب اكل الهامستر لصغارها يعني كلنا نتسأل لماذا تأكل الهامستر صغارها شأنها شأن مجموعة من الحيوانات الثذية التي تضطر لاكل صغارها في مجموعة من الاحيان حتى الارانب حتى الارانب نجدها تأكل صغارها في مجموعة من الاحيان بالنسبة للأسباب أنا صنفت مجموعة من الأسباب هي طبعا قد تكون احتمالات واردة احتمالات واردة يعني تفادي هذه الاحتمالات قد نتفاذى أكل هامستر لصغارية أول هذه الاحتمالات هو الجوع قد تعاني الهامستر حذيثة الولادة التي وضعت حذيثا من الجوع يعني أن الطعام الذي تقدمه لها هو طعام غير كافي خلصا أنها كانت حامل وأنها ترضع صغارها وتحتاج لكمية كبيرة من البروتين من الفيطامين من المياه من السوائل إلى آخر من الخضروات بالتالي تنويع الطعام للهامستر الحامل أو الهامستر التي ولدت حذيثا يجنبنا من احتمال أن تأكل صغار يعني تجنب هذا هو الأول هو الجوع المشكل الثاني هو عدم تنويع الطعام يعني عدم تنويع الطعام يجعل الهامستر تبحث عن مكونات أخرى مثلا الفيطامينات أو البروتينات إلى آخرين يكون لها نقص لبعض الفيطامينات كالفيطامين سي مثلا أو بعض الفيطامينات الأخرى تكون لها نعص تحاول نبحث عن هذه الفيتامينات أو هذه البروتينت الجديدة التي يجدها في الطعام التي تقدمها له لهذا المرجو دائما تنويع الطعام المقدم للهانستر مثلا الحبوب كالقمح والذرة وعبات الشمس الزريعة وإضافة الخضروات الجزر القليل من البقتنوس أحيانا الخاص الفواكه أيضا التفاح الموز خوخ المشمش يعني مجموعة من الفواكه في إطار التنويع الغذاء المسألة الثالثة أو السبب الثالث الذي ممكن أن تأكل به الهامستر صغارا وهو تغيير مكان الهامستر يعني الهامستر عندما تكون حامل واقتربت من الولادة من الأحسن عدم تغيير المكان الذي تعيش فيه عدم نقلها من هذا القفص إلى قفص آخر أو من هذا المنزل إلى منزل آخر يعني الحفاظ على مكانها وكذلك عندما تلد وهذه هي الأخطر ربما في فترة الحمل قد لا يكون مشكل كبير ولكن عندما تلد الهامستر فيصبح المشكل أكبر يعني أن تغيير المكان من مكان إلى آخر تحس فيه الهامستر بالتهديد وبالتالي تضطر لقتل صغارها صغارها وأكلهم يعني هنا تجنب تغيير مكان الهامستر المسألة الرابعة المسألة الرابعة وهي تنظيف قفص الهامستر بإزالة النجارة دي الخشب أو الصوف كلها أو كليا يعني هذا خطأ يعني عند تنظيف قفص الهامستر لا يجب إزالة كل المكونات الموجودة به من نجارة أو صوف أو مناذيل إلى آخره أو ثوب أو قطن يعني هذه الأشياء التي تبني بها عشها المرجو عدم إزالتها من العش وممكن إزالة نصف الموجود في القفص يعني النجارة البعيدة عن عشها ممكن أن نزيلها من أجل تنظيف ولكن العش لا يجب أن يتغييره هذا من جانب كذلك نقطة أخرى بين الأسباب وهي لمس الكثير للصغار للصغار الهامستر يعني أننا نحمل صغار الهامستر كثيرا ونلمسهم كثيرا وكثيرا وكثيرا هذا الأمر قد يضايق الهامستر أحيانا ويهددها ويهدد سلامتها بالتالي قد تقوم بقتلهم أو تشتم فيهم رائحة غريبة يعني رائحة أيدينا بشكل مستمر قد يضايقها ويضايق صغارها نقطة أخرى نقطة أخرى وهي أن الأنثى قد تصبح جاهزة للتزاوج مرة أخرى وغالبا تصبح جاهزة للتزاوج في اليوم الثالث والعشرين بعد الولادة تقريبا هذا هو اليوم المحتمل لإعادة تزاوجها من جدول يوم الثالث والعشرين بعد الولادة يعني بلوغ الصغار صغار الهامستر 23 يوم تكون الأمهم الأنثى جاهزة للتزاوج مرة أخرى يعني أثناء جاهزية الأنثى للتزاوج ووجود الذكر آخر معها في نفس القفص ويستحسن عدم وضع الذكر معها في نفس القفص لأنه سيحفزها من أجل التزاوج وستضطرها لقتل صغارها من أجل التزاوج من جديد النقطة الأخرى وهو الذكر بحدي ذاته ذكر الهامستر بتواجده معها قد يريد قتل صغارها من أجل التزاوج من جديد والنقطة الأخيرة وهي أن الهامستر عندما تليد صغار كثر عشرة صغار أو تسعة أو تمانية أو إثنى عشر يعني عدد ربما يكون كبير والقفص الذي تضع فيه الهامستر يكون صغير الحجم بالتالي يصبح ذلك المكان غير كافي لعيش تلك الهامسترات العشرة الصغيرة زائد أم والدتهم يعني يكون مشكل مشكل المكان مشكل المكان ضيع بالتالي هي من خلال بيوروجيا والطبيعة دي الهامستر تود قتل صغار من أجل الحفاظ على مساحة كافية للبقية يعني قد تقتلوا ليسا الكل ولكن قد تقتلوا النصف منهم هذه أتمنى أن تكون باختصار بعض الأسباب التي قد تجعل الهامستر تأكل صغارها أتمنى أن أكون قد أفدتكم يمكنكم مشاهدة بلايليست قائمة تغيل الخاصة بفيديوهات الهامستر في الشاشة وكذلك آخر فيديو قمنا بنشره ثم فيديوهات سابقة من اختياركم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة شكرا لكم وتحية حديقتي شكرا لكم